أهلا بحضراتكم من جديد في تغطية خاصة لمتابعة تطورات الحرب في أوكرينيا حيث أكدت وسائل أعلام أوكرانية سماع دوية صافرات الإنظار في العاصمة الأوكرانية كياب مع تحذيرات ودعوات بالدخول إلى المناجئ أعلنت السلطات الأوكرانية عن سقوط تساعة قتلى بقصف روسي استهدف بورغان للتلفزيون في غرب البلاد مؤكدة أن تم إجلاء 150 ألف شخص عبر الممرات الأمنة حتى الآن وهذا وفقا لخبر عقل بثته قناة العربية منذ قليل أيضا أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن الموافقة على مجموعة رابعة من العقبات على الأثرياء والكينات الروسية وقالت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي الاتحاد أقر مجموعة رابعة من العقبات على الأثرياء والكينات الروسية من جانب آخر قالت وزارة الخارجية الروسية أن مجموعة من الدبلوماسيين الأوكرانيين يشرفون على تجنيد مرتزقة من الشرق الأوسط فيما أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا تقيم معسكرات لتدريب مرتزقة من سوريا متابعة مراكز تدريب روسية لمرتزقة من سوريا بالقرب من حدودنا في سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تعلم جميع مواقع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا وأن استهدافها لهم ستواصل بلا رحمة أيضا أضافت الوزارة التي نقلت عنها وسائل أعلن روسية أنه تم تعطيل ثلاثة مراكز اتصالات في ثلاثة مناطق سكنية باستخدام أسلحة عالية الدقة وهدتت وزارة الدفاع الروسية بقصف منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية ردا على قصف دوناتسك بصواريخ توكشا على الجانب الآخر قالت المخابرات الأوكرانية أن القوات الروسية دمرت العديد من الآليات الزراعية في عدة مناطق ومقاطعات محذرة من تقويد الأمن الغذائي في أوكرانيا والعالم حسب وصفها أيضا أضافت في بيان أن القوات الروسية استهدفت مخازن للآلات الزراعية بقصف جوي ونتيجة الضربة تم تدمير جميع المعيدات الزراعية موضحة أن موسكو تتعمد تدمير الأليات الزراعية الأمر الذي قد يؤدي إلى أزمة إنسانية في بعض مناطق من أوكرانيا وضحت المخابرات الأوكرانية أن كياف من أهم الموردين الرئيسيين للعديد من أنواع المحاصيل إلى أسواق أوروبا والصين وغيرها من الأسواق وهذا ما يهدد الآن الغذائية بتلك المناطق مؤكدة أن هذا ينتهك بشكل صارخ المبادئ الأساسي للقانون الدولي الإنساني من جهة أخرى أعلن نائب وزير الداخلية الأوكرانية أن المواطنين الأجانب المتطوعين للقتال في صفوف أوكرانيا سيكونون مؤهلين للخصول على جنسيتها وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية من جانبي قال الرئيس الروسي بلاديمار بوتن أن الجيش الأوكراني نفذ هجوما وحشيا ضد المدنيين في دوناتسك وهذا وفقا لخبر عقل بسته القناة العربية منذ قليل وأضاف بلاديمار بوتن الجيش الأوكراني قصف دوناتسك بذخيرة عنقودية بينما قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتجن أن القوات الروسية متوقفة ولا تستقدم نحو كياف موضحا أن القوات الروسية تواجه مقاومة شرسة بمحيط تشانييف وأضاف أيضا المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن ضربة صاروخية من الأجواء الروسية استهدفت أمس قاعدة أوكرانية مشيرا إلى أن ضرب القاعدة العسكرية الأوكرانية أمس لن يؤثر على إندادات السلاء وتابع المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الروسية على بعد 20 كيلومتر من كياف من بيهة الشمال الشرقي لافتا إلى أن خاركياف تتعرض للقصص صاروخي عنيف أشر أيضا المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن القوات الروسية تحاصر مدينة ماريبول موضحا أن روسيا أطلقت أكثر من 900 صاروخ على أوكرانيا وقال المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن روسيا استخدمت 90% من قدراتها التي حشدتها مشيرا إلى أن روسيا لم تدفع بتعزيزات إضافية نحو أوكرانيا أيضا من جهة أخرى أكدت الرئاسة الروسية الكريملين أن المسؤولين الأوكرانيين لم يطلبوا محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي بلاديمار بوتين والرئيس الأوكراني بلاديمار إزلانسكي وأضفت رئاسة الروسية أنه لا توجد مناقشات حول عقد لقع بين الرئيس الروسي والنظير الأمريكي جو بايدن يذكر أن المفاوضات الأوكرانية الروسية التي تهدف إلى إنهاء القتال توقفت حتى غدنا الثلاثة وفقا لما أعلنته كياب وبحسب المستشار الرئاسي الأوكراني فإن الوفود رفيعة المستوى سوف تأخذ مهلة لترسيب الإجراءات الفنية ولكن المناقشات بين مجموعات العمل ما زالت مستمرة اجتمعت الوفود ثلاث مرة بالحضورة الشخصية في بلا روسيا ولم تحدث أي انفراجة حتى الآن رغم أن الأطراف كانت قد أعربت عن تفاؤل حذر بشأن محادثات الأسبوع القاري وتطالب أوكرينيا بإنهاء الحرب وسحب القوات الروسية من أراضيها وتريم موسكو من كياب الاعتراف بالسيادة الروسية على شبي جزيرة القرم المطلعة للبحر الأسود وكذلك الاعتراف بالمناطق الانفصالية بشرق أوكرينيا على أنها دويلات مستقلة إذن إلى هنا مشاهدين ومتابعي شاشة تلفزيونيو السبع تكون قد انتهت هذه التغطية شكرا لكم وإلى اللقاء